بسم الله الرحمن الرحيم أثمّن عمل اللجنة أثمّن عمل اللجنة فأقول كل عمل يذكر فيشكر هذا عمل ينمّ على مجهودات وحوارات وتفاعلات قيمة أولاً أثمّن وأوافق رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة في تقليص عدد الهيئات وفي تحديد مهامها وذلك رفعاً للالتباس والضبابية والتداخل بين المهام والتنازع بين كذلك الصلط السؤال الثاني ما جدوى الإكثار من هذه الهيئات إذا اقتصر عملها حسب سياغة الفصول على المساهمة أو الإشراف، التنظيم، النظر، والاستشار وهذا أرى دور المجتمع المدني بجميع هيكله وإذا اقتصر دورها كذلك على المراقبة كضامن للمحافظة على الحريات ورعايتها فأقول كذلك هذا دور المجتمع المدني ودور مجلس الشعب الذي يراقب المفهوم الثاني الاستقلالية الاستقلالية هنا لابد أن تكون استقلالية مالية واستقلالية إدارية وليست سياسية وذلك حتى لا تكون دولة أو دويلة داخل الدولة ونمنع التنازع بين الصلط لذلك لابد من التوافق والتمشي حسب التوجه العام للدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي والعقائدي بالنسبة للفصل التمهيدي الهيئة الدستورية ترفع تقريراً سنوياً تكون مسؤولة أمام مجلس الشعب في التقرير كانت المسؤولية كلمة مبهمة لم تحدد ما نوع المسؤولية هذه وإذا أخلت بهذه المسؤولية ماذا سينجروا عن ذلك؟ أنا مع الهيئة العليا للانتخابات كذلك أثمن هيئة الأعلام التي تسعى إلى تنظيم وتعديل وتطوير المشهد الأعلامي وإرساء مشهد أعلامي تعددي ونزيه وليس رسالة أو موقفاً سياسياً أو سياسوياً أثمن كذلك المجلس الأعلى للطربية الذي يعمل على إرساء مناهج علمية لتشجيع البحث الإلمي ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حتى يبقى الشعار ما هي مواصفات الجيل الذي نريد والذي سيكون رجال الغد والذين سيعملون على رقي تونس حتى لا يبقى أبناؤنا وفلذات أكبادنا فئران تجارب الاقتراح مثلاً هنا أقترح هيئة دستورية عامة هذه الهيئة تسمى هيئة الاستشراف والتخطيط وتمثل همزة وصل بين المجتمع المدني بكل مكوناته والدولة وهنا لتطبيق مبدأ كذلك التشاركية يكون صوتها مسموع وتجد أذان صاغية للتفاعل معها وشكراً بارك الله فيك